اقيم تحت رعاية سموء اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد الخليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي في قاعدة عيسى الجوية حفل استقبال وتكريم لعدد من المشاركين في مجموعة قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين والمشاركة في عملية عادة الأمل بجمهورية اليمن الشقيقة ضمن قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وقد أناب سموه اللواء الركن حمد خليفة النعيمي نائب قائد الحرس الملكي لاستقبال وتكريم مجموعة قوة الواجب الخاص وقام نائب قائد الحرس الملكي خلال الاستقبال بتسليم الأوسمة التقديرية التي منحها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعا لعدد من ضباط وضباط صف وأفراد قوة الواجب الخاص التابعة لقوة دفاع البحرين تقديرا لهم على جهودهم الوطنية المخلصة ودورهم الأخوية الكبير في وقوفهم إلى جانب الأشقاء في الدفاع عن الحق وما يتحلون به من روح معنوية عالية واحترافية وانضباط لأداء رسالتهم السامية حضر الاستقبال عدد من كبار ضباط قوة دفاع البحرين